انا عايسس ان انا قاعد متعش عشوة حلوة الله عارفيني يعني مليان دلوقتي مزاج مزاج الموت حلو خش على البرمير الليج بقى دوري السوبرمان دوري الهالند انا بسميه دوري الهالند دلوقتي اختراع يعني حاجة اعجازية كلام اللي شبه هالند ده انا مش فاكر امتى اخر مرة انا شفته بالقدرات دي بالعمر ده انا بس بقيس بالعمر بالقدرات دي في نفس التاويد راجد لرايح لفين راجد لرايح اللي يكسر حيات كتيرة اوش نخش على دوري انجليزي بداية بمانشستر سيتي بسأل السؤال واسأله لك دلوقتي هو مانشستر سيتي كم محتاج هالند اصلا شوف شوف يا كريم السنة اللي فاتت دي كلها كان فيه اجويرو اقوى هداف او اقوى بومبر في الدوري الانجليزي قبل طبعا وصول محمد صلاح كانت دايما القصة كلها في مانشستر سيتي انه هو فريق يقول لو هم عندهم فرود هيفرق معهم بشكل كبير جدا بدا بسبب كم الفرص الهائل اللي بيحصل جواه التمنتاشر وما فيش فرود بعد اصابة اجويره وبعد ما اجويره ماشي وهجوط مستوى والقصة دي كلها اللي كانت سنة قبل اللي فاتت سنة اللي فاتت جابه خس كم موجود هو اصلا الراجل بيلعب وينج ما بيلعبش فرود ولكن جورديولا كان بيوظفه انه هو بيلعب كفرود وطبعا عارفيني ان مانشستر سيتي واكتر فريق في الدنيا بيعتمد على فرود بيطلع من بره التمنتاشر يسحب معاه حد والوفبوزيشن والناس كلها تقعد تعمل روتيشن جوء والسويتشات اللي بتحصل جوء التمنتاشر لكن كان مفيش فرود او التارجت مان رقم تسعة اللي ممكن يخلص او يعمل الفرق مع مانشستر سيتي جيه انتدى بو هالند كانت قصة كلها في تطبيق فكر جورديولا اللي بيعتمد على الاستحواز وعلى التنقل بالكورة وعلى الضغط العالي وعلى ان النجوم بتوعه دايما بيبقى اكتر الوينجرز على ان انا اطبق افكاري دي ان انا عندي واحد هو افضل تارجت مان دلوقتي مع ليفندوفسكي ان انا ازاي اوفى الفرقة كلها ان هي تخدم على هالند هالند لو انت بسيط عليه ممكن ما يكونش اللعيب الممتع اللعيب اللي تتفرج عليه تقول الله ده مزجني او عمل حركة انا ما هنجي في يوم اللعيب نقول عليه اسطورة مش هيباليونا الميسي اكيد اسطورة بشكل اخر ومبابي اللي بيقرنوه بيدواتي كمتعة لا هو اللعيب طبعا احسن منه بشكل كتير على ناحية المهارة الفردية فاتيجي تبص على هالند هو قوي جدا 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 وممكن يطول الماتش وحتى اكيد انت تعرفين ممكن يطول الماتش مع الميسي الكورة كريم غير 4-5 مرات ولكن 3 مرات ممكن يجيب هاتريك يعني كذا هاتريك معدل خيالي معدل خيالي وماشي بالرقام دي كلها وانا قبل سيزن قلت هالند هو اكبر خطر على محمد صلاح وعلى ارقام محمد صلاح ده بسبب حاجات كتيرة جدا الراجل عقد بتاعه لسه خمس سنين الراجل عنده 21 سنة الراجل بتاعته لجدا وبيلعف منشستر سيتي اللي واحد من اقوى 3 فرق في العالم دلوقتي اكتر فريق بيصنع فرص محققة قدام المرمى هو منشستر سيتي فان انت تجيب منشستر سيتي وتجيب لها هالند جوه الـ 18 فهتشوف كم من احداف المشتويعي ده